ويدافع عن نفسه أنا بس عهتوقف عن كلمة ليه بس ألك كم نقطة في المتخبات ما سجلتاش ورايا 75 نقطة هو قال 75 لكام 85 مصر 61 كاميرا 61 كاميرا نقطة كلمة نقطة يعني ايه يعني كان الحساب بالنقاط ولا بالألقاب نقاط بس خلصت يعني لما حسب المتخبات كمان وحط مصر قبل الكاميرون كان الحساب بايه نقطة كلمة نقطة اذا بالنقاط ولما حط النادي الاهلي سنة 94 قال بايه قال بالنقاط ما قالش بالألقاب قال أكثر تتويجا ده موضوع تاني حسب بالألقاب اللي انت حصلت عليها هو راح كس العالم عمل نتاك كويسة مش انت خدت كاس الأمم انت مروحتش مصر انت من بعدها مروحتش مصر انت بتكلم عن المتخبات اه انا بتكلم على كلمة يا جماعة هي كلمة نقاط حلت الموضوع الحساب هنا وهنا بالنقاط انتوا عايزين تحطوا نظام بعد الليلة ما ظهرت يسمح لكم انك تاخدوا البطولة عملوه بينكم بين بعض بس خلاص واحتفلوا بيه كمان بس ما تتكلموش في جهات الرسمية وما تلوسوش سمعة الناس كفاية بقى كلام في اعراض الناس لان الموضوع زاد عن حده زاد عن حده الناس عمالي استاذ ابراهيم دلوقتي ترتع في زمة من الناس وفي اخلاق الناس وطالما محدش بيرد اتمادت يعني احنا عنيف ده طول نرفع عضايا يعني ايه المطلوب يعني يعني هل احنا دورنا في الرياضة ان احنا نعمل كيف ولو استاذ شبانة دمه زمال كاو صحيح لكن احترم مهنته واحترم وقلمه واحترم معلوماته واحترم مسئوليته يجي واحد تاني مشجع اعلامي بدرجة مشجع مش عايز المعايير دي كلها عايز وياخدك في سكة تانية خالص وخد بقى الشتيمة اللي حنتشتمها بعدها نتيجة ان انت بتكشف الناس دي او بتطلع الحقيقة الدماغة بتنتظر ايه يعني انت يا حبيبي عايز تقول انا الاكثر تتويا رايح نفسك وقولها لكن انت مش بطل قرن انت مش نادق قرن لان لو الاهلي كان حطيتها في دماغه والله العظيم ثلاثة كان حيبقى فيه من نفسه نا طبعا على فكرة الزمالك ترجمة نانسي قنقر